بس أنا كنت عايزة يمكن أتكلم برضو عن اللي هيأمن المباراة جوه الملعب طبعا فيه الشركة المنظمة الشركة المنظمة اللي هي اللي هتقوم طبعا بتأمين المباراة داخل الملعب أثناء طبعا يعني ما المباراة دايرة في عندك النهاردة مسؤول عن شركة اللي هي اسمها الأفريقية للأمن والحراسة اللي شفناها قبل كده يمكن نضمت بطولة أمم أفريقيا اللي نظمتها هنا مصر وكانت نكحة جدا السنة اللي فاتت ديتها تستمر مهماتها زي ما بيقولوا لحد نهاية المباراة دي مرسم تسليم الجوائز كمان وخروج اللعبة بعد الماتش وطائم التحكيم وكل الأمور اللي خاصة بالتنصيق هيتهتم مع قوات الأمن المصري الموضوع الثاني المهم بقى جدا اللي لم أفر منه ويمكن كان حديث الجميع في الأيام اللي فاتت وخاص بالحضور الجماهيري في مباراة القمة بين أهلي والزمالك زي ما كابتن هاني قال كان كلام كتير قوي الأيام اللي فاتت عن الموافقة طب ما فيش موافقة طب كاف موافقة على عشر تلاف رجع أقل خمسة الحقيقة زي ما النهاردة للتحاد المصري الكرة القادم قال أنه بعد التنصيق مع الجهات الأمنية تقرر عدم الحضور الجماهيري للمباراة النهائية طبعا فيه ظروف صحية حارجة بالسبب كورونا فيروس النهاردة لأعلن الكلام دوة المدير التنفيذي لاتحاد الكرة والليد العطار قال أنه الحضور في المباراة هيقتصر فقط على مجالس إدارات ومسؤولي النديين فقط ووزار طبعا الشباب الرياضة واتحاد الكرة برضو فدي برضو نقطة مهمة علشان محدش بقى إيه يكلمني يقول لي سامر عايزة روح الماتش سامر عايزة روح الماتش سامر والنبي عايزة عارف إيه أكيد طبعا تكلموك أكدر منه طبعا الناس كلها كانت تتمنى تحضر مباراة كبيرة زي دي لكن احنا كمان في البيت الكبير نوهنا أن طبعا ظروف الكورونا خاصة في الأيام والإصابية الأخيرة كان من الصعب جدا تنظيم هذا الدخول حتى لو كان العدد خمس تلاف وزي ما قلنا الأمن كان عنده ما عنده مشكلة طبعا في التأمين لكن هي الإجراءات الصحية والخوف على المواطنين ده كان السبب الرئيسي في عدم دخول الجماهير كلنا عارفين أن في عدد كبير من الحضور للمسؤولين كمان من الكاف يعني في الكاف هيكون عنده عدد كبير من المسؤولين عنه هو المنظم للبطولة عندنا كمان أعضاء مجلس إدارة الناديين زي ما اتكلمنا وزارة الشباب ورياضة كمان بتعلن أنها ممكن يكون فيه شباب المتطوع عدد شوية من الشباب يكون متواجد بإجراءات احترازية بشكل معين ممكن بأوتوبيس خاص بوزارة الشباب ورياضة كل ده يعني كل ده الإطار التنظيم الإطار التنظيم اللي تكلمنا عليه بشكل كبير جدا الأيام اللي فاتت إن إن شاء الله هذا التنظيم يليء باسم طبعا هذا اللقاء تاريخي ما بين النادي الأهل ونادي الزمالك ترجمة نانسي قنقر